بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث في هذا الدرس عن الأسهم تعريفها وأنواعها وأحكامها أولا تعريف الأسهم السهم في اللغة يعني النصيب أما في الإصطلاح فهو وثيقة يمثل أو تمثل حقا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول ويعطي صاحبه حقوقا خاصة إذن السهم هو وثيقة سواء كان الوثيقة فيها الحق عيني اللي هو أرض أو أثاث أو حديد أو أي نوع من أنواع الأشياء العينية أو نقديا اللي هو الورق النقدي أو الذهب والفضة وهذا في رأس مال الشركة رأس مال الشركة محدد قد يكون خمسمائة ألف قد يكون مليون قد يكون عشر مليون هذا محدد ثم قال قابل للتداول يعني أن هذا السهم قابل لأنه نكتبيعه وقابل لأنك تضيف عليه أسهم وتشتري في هذه الشركة أسهم وهذا السهم يعطي صاحبه حقوقا خاصة من الأرباح ويعطي كذلك حق المشاركة في التصويت على تغيير الإدارة وعلى حسابات الشركة وعلى ميزانية الشركة وعلى المصروفات هذه من الأمور التي تعطي هذه الأسهم لصاحبها هذه الحقوق إذن هذا هو التعريف بالنسبة للأسهم أما الأمثلة لشركات المساهمة فهي كثيرة مثلا شركة الاتصالات شركة سابق المصرف الراجحي إلى غير ذلك من الشركات موجودة في سوق التداول في سوق الأسهم الأمر الثاني في الأسهم بعد أن بيننا التعريف نبين أنواع الأسهم الأسهم تتنوع إلى عدة أنواع وذلك بالنظر إلى عدة جوانب أو عدة حيثيات فأول هذا التنوع من حيث الحصة تنقسم الأسهم من حيث الحصة إلى أسهم نقدية وأسهم عينية الأسهم النقدية هي أن يكون رأس مال الشركة أسهم النقدية يعني ذهب أو فضة أو أوراق نقدية مما يقوم بها مما يقوم مقامهم الأوراق النقدية المتعارفة عندنا في هذا العصر حكمها العلماء يتفقون على أنه إذا كان رأس مال الشركة أسهم النقدية فأن هذه شركة صحيحة ورأس مالها صحيح أما القسم الثاني فهي أن يكون رأس مال الشركة أسهم عينية يعني أن يكون رأس مال الشركة مثلا عروض تجارة كأن يكون رأس مالها مثلا أقنشة ألات مواد غدائية مواد بناء إلى غيره من الأمور العينية التي ليست نقد حكمها فيها خلافة اختلف العلماء هل يصح أن يكون رأس مال الشركة عروض تجارة أم لا بد أن يكون نقدي اختلف العلماء أكثر العلماء أنه إذا كان رأس مال الشركة عروضا فهذا لا يصح لأن العروض يصعب تقييمها ولذلك حينما تخسر الشركة أو يراد تصفية الشركة يصعب أن يبين يعني قيمة هذه العروض لأنها تختلف من وقت إلى وقت وتختلف باختلاف الموديل وباختلاف التاريخ وباختلاف المكان فهي غير منضبطة والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها بن تيمية رحمهم الله جميعا وابن القيم أن هذا صحيح يعني إذا كان رأس مال الشركة عروض تجارة فأن هذا صحيح فلو تشارك أثنان أو أكثر في رأس مال الشركة من سيارات أو أطعمة أو ألبسة أو غير ذلك فإن هذا جائز طيب وكيف يعرف نصيب كل واحد منهم من رأس مال الشركة قالوا يعرف بأنها تقيم تقيم هذه العروض وقت الاشتراك فما زاد بعد ذلك أو نقص فلا عبرة به وإنما العبرة بقيمة هذه العروض حينما وضعت كرأس مال في الشركة ثانيا من حيث تقسيم الأسهم تتنوع الأسهم من حيث الشكل إذن ذكرنا أولا من حيث الحصة إنها أما تكون نقدية أو عينية من حيث الشكل تتنوع أيضا إلى نوعين أسهم إسمية ومعنى الأسهم الإسمية هي الأسهم التي تحمل اسم صاحبها مدون عليها سهم باسم فلان ابن فلان ابن فلان هذه حكمها جائز لماذا جائز؟ لأنه لا غرر فيها فهذا زيد من الناس له أسهم وهذا اسمه على هذه الأسهم فلا غرر فيها ولا إشكال فيها النوع الثاني أسهم لحاملها وهي الأسهم التي يكتب عليها أن السهم لحامله بدون ذكر اسم المالك قالوا هذه لا تجوز طيب لماذا لا تجوز؟ قالوا لأن فيها غرر لأن فيها غرر ثالثا من تقسيمات الأسهم من حيث الحقوق تنقسم من حيث الحقوق إلى عدة أقسام القسم الأول أسهم امتياز ومعنى أسهم امتياز أنها تعطي صاحبها أولوية في الحصول على شيء من الأرباح دون باقي الشركاء مثال إذا كان فيه شركة المساهمون فيها مثلا خمسمائة خمسمائة شخص أو 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 مؤسسة فيعطى مثلا خمسة أشخاص حصة زائدة من الربح على الآخرين مثلا يعطون خمسة في المئة هذه لأسهمهم لأنها أسهم ذات امتياز ثم تقسم يقسم الباقي بعد أن نعطو خمسة في المئة تقسم الباقي الأرباح على المساهمين ويدخلون الخمسة من ضمنهم فهذا الأمر لا يجوز الحكم فيه أنه لا يجوز وأنه محرم لماذا؟ قال لأنه لا يجوز أن يأخذ بعض الشركاء زيادة في الربح بلا مقابل من زيادة عمل أو مال يعني لا يجوز أن يُعطون هذا الامتياز على بقية الشركاء ويأخذون ربح أكثر أكثر من بقية الشركاء وإنما يعطون الأرباح على قدر الأسهم طيب من حيث نوع آخر لأسهم امتياز تخول أصحابها الحصول على فائدة سنوية ولو لم تربح الشركة هذه الأسهم أسهم امتياز حكمها محرم ولا يجوز أخذ هذه الفائدة السنوية طيب ما هو التعليل أو الدليل؟ قالوا لأن حقيقة هذه الأسهم إنما هي قرض بفائدة وهذا من الربا المحرم أيضا نوع آخر أسهم امتياز تعطي أصحابها الحق في استعادة قيمة السهم أو الأسهم كاملة عند تصفية الشركة وذلك قبل المساهمين حتى ولو خسرت الشركة يعني أحيانا يعطون أسهم امتياز من امتيازات هذه الأسهم في حال أن الشركة خسرت فإن أصحاب هذه الأسهم يأخذون حقهم كامل بغض النظر عن المساهمين الآخرين الحكم محرم لا يجوز والدليل أن العلماء يذكرون إذا كان هناك خسارة فإن الخسارة تكون على قدر المال ويشترك جميع الشركاء في الخسارة وهذا في هذه الأسهم الميزة يخصص بعض الشركاء بسحب أسهمه دون أن يدخل في خسارة ولا يدخل في الخسارة مع بقية الشركة فهذا شرط باطل وامتياز باطل أيضاً أيضاً أسهم امتياز تعطي المساهمين القدامى الحق في الاكتتاب قبل غيرهم أسهم امتياز هذه الميزة ما هي؟ الميزة أن المساهمين القدامى أو المؤسسين للشركة يعطون الحق في الاكتتاب قبل غيرهم قالوا هذا جائز ولا بأس به لا بأس أن يعطون طيب لماذا؟ قالوا لأن المساهمين لهم الحق في أن لا يدخلوا أحداً معهم في شركة لأنهم هم المؤسسين هم المؤسسين فلهم الحق في الاكتتاب قبل غيرهم لأنهم هم الذين أسسوا هذه الشركة وهم المساهمون القدامى وبالتالي لهم أن يمنع غيرهم من الدخول معهم في هذه الشركة آخر مسألة هي الشركات التي قامت على أعمال مباحة إلا أنها تتعامل أحياناً بالرباء أو بالحرام فهل يجوز الاكتتاب في مثل هذه الشركات أم لا يجوز اختلف الفقهاء كثيراً وأشهر الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال القول الأول أن الاشتراك في مثل هذه الشركات لا يجوز لأنه يصعب تمييز الحلال عن الحرام في مثل هذه الشركات فدر للمفسدة نمنع التعامل في مثل هذه في مثل هذه الشركات هذا القول الأول القول الثاني قالوا أن الاشتراك في هذه الشركات جائز لكن بشرط ألا ينص أو ينص نظامها الأساسي على التعامل بالرباء فإن تعاملت بأمور محرمة أو تعاملت بالرباء من غير أن ينص في نظامها على التعامل بالرباء وإنما اجتهاد من بعض أفراد هذه إدارة هذه المؤسسة فإنه يستبعد عائد هذه الأسهم المحرمة ويصرف إما في وجوه البر وإن كان هناك من يقول لا يصرف في وجوه البر لأن الله طيب لا يقبل طيب أو يصرف فيما ينفع فيما ينفع الناس القول الثالث فصلوا وقسموا الشركات إلى ثلاثة أقسام فقالوا هناك شركات أصل نشاطها محرم كأن تقوم على بيع الخمر أو تصنيعها أو بيع المخدرات أو بيع الخنزير فهذا لا يجوز هذه الشركات لا يجوز الدخول فيها ولا تداول أسمها لا بيعا ولا شراءا لأن أصلها محرم الشركات النوع الثاني شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحيانا وهي صغيرة هذا لا يجوز الدخول فيها كذلك لأنها يعني ممكن أن نستغني بغيرها عنها الثالث شركات أصل نشاطها مباح لكن تتعامل بالمحرم أحيانا لكنها شركات كبيرة وذات خدمات عامة ضرورية لا يستغني عنها المجتمع وتعجز ربما تعجز عن ميزانيتها الدول فقالوا هذا هذا من باب الضرورة ممكن أنه يدخل فيها ويشارك في هذه الشركات هذا والله أعلم وأحكم وأحكم ترجمة نانسي قنقر